موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصدف اليوم في الاستوديو الكاتب والبحث السياسي الأستاذ سقر أبو فقر أهلا وسهلا بك أستاذ سقر في سوديو الميادين نبدأ من القاهرة حيث كانت المفاوضات الفلسطينية الفلسطينية هناك بداية وبشكل عام كيف وجدت هذه المفاوضات كيف كانت مجريات المفاوضات قبل أن ندخل في التفاصيل لاحقا دائما نقول مبروك على أي اتفاق بغض النظر أن أمالنا قليلي جدا بأن ينجح اتفاق المصالح الفلسطيني الفلسطيني لأن التجربة يعني 2008 كان في اتفاو 2010 اتفاو 2012 ونحن 2014 اتفاق الدوحة اتفاق مكة اتفاق القاهرة واحد لذلك يعني مش كتير أنا متفائل بمستقبل المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لأن هناك هو بين برنامجين متنافرين برنامج منظمة التحرير أو حركة فتح وبرنامج حركة حماس لكن ما تم الاتفاق عليه البارحة في القاهرة يبدو لهو اتفاق إجرائي بالدرجة الأولى غزة تحتاج إلى إعادة إعمار كيف بنعيدنا الإعمار فهذا الاتفاق عودت الحرس الرئاسي إلى المعابر وعودت وزارة الداخلية إلى قطاع غزة وعودت الحكومة الفلسطينية إلى حكومة الوفاق الوطني في أي حال حكومة المصالحة إلى العمل في قطاع غزة من شأن ذلك أن يمهد إلى حل المشكلات الإجرائية كلها إعادة الإعمار دخول البضائع يعني على الأقل المواد البناء ويجب أن تدخل إما من مصر أو من إسرائيل حل مشكلة الناس 41 ألف موظف اللي حماس وظفتهم أشياء حياتية يومية معيشية حتى لا ندخل في التفاصيل مباشرة تتحدث أنه لست متفائلا كثيرا كون التجارب غير ذلك ولكن ألا تجد أن الظروف حاليا متغيرة عن ظروف باقي الاتفاقات من 2008 وحتى الآن برأيك الآن أليست حماس أكثر ليونتان وتريد أكثر هذا الاستقرار بينها وبين السلطة لا أظن قبل العدوان الأخير على غزة نعم كانت حماس محرجة جدا وضع سيء وضع السياسي محاصلة من إسرائيل ومحاصلة من مصر أيضا ثانيا أن الناس نفرت خلص أنه طريقة إدارة حركة حماس لقطاع غزة هذه المجدية الناس ستململ منذ زمن طويل في غزة لذلك اتجهت إلى المصالحة الوطنية أنه قتع يا أبو مازل نحن جاهزين لكل شيء لكن العدوان رفع موقع حماس كثيرا في المعادلة السياسية ليس لوحدها لا ليس كل أطراف المقاومة لكن الحماسية بالدرجة الأولى كونها ماسكي أمن القطاع ومتحكمة في القطاع ومسيطرة على قطاع غزة فموقعها التفاوضي مقابل السلطة الفلسطينية أظن أنه ارتفع وهذا كان واضح جدا من الخلاف الكبير الذي نشب في الدوحة بوجود أمير قطر وخالد مشعل وأبو مازل كان أبو مازل نرفيس على أخير نشرب ذاك المحاضر المسربة نعم فهذا كان دليل أنه الخلافات عادت لترتفع بطريقة غير معقولة وحل هذه الخلافات ما بيتم بلقاء واثنين واثلاث الحقيقة المشكلة مشكلة سياسية ليست مشكلة إجرائية يعني من يدير المعابر من يدفع رواتب الموظفين هذه كلها قابلة للحل دولة عربية بسيطة ممكن تحط كل الفلوس طبع الموظفين المشكلة سياسية يعني بعد حتى الآن ما قدروا يصلوا لتفاهم على برنامج سياسي موحد هذا ما يفسر يعني كما قالت معلومات وتم تسريب عن اللقاء أنه كان هناك لقاء عاصف في البداية بين حماس وبين فتح تحديدا حول هذا الموضوع فقط أم أنه هناك أيضا مواضيع أخرى قيل أيضا أنه لها علاقة بطلب فتح أن الحرب والسلم ليست بيد حماس يعني يعني هذه مظهر من مظاهر الخلاف الكبير أنه مش ساعتلبتكم يا حماس تعلموا لي حرب بغزة وبعدين بتورطونا معكم نحن شو بنا نعمل يعني هذا مظهر الحقيقة هو الانقسام الفلسطيني الجغرافي والسياسي هذا هو جوهر المشكلة ما في برنامج موحد وبالتالي حتى الحكومة بتكون حكومة مساكنة بين حماس وفتح وليست حكومة وحدة وطنية جدية لأن بأي لحظة بتفك طيب من يسيطر على قطاع غزة من يديره أمنيا هل الحكومة الجديدة وزير الداخلي اللي هو نفسه رئيس الوزراء الحمد لله هل يستطيع أن يدير قطاع غزة أمنيا ماذا نفعل بالأجهزة الأمنية لحركة حماس يعني فيه أمور شائكة جدا 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 تحتاج إلى برنامج وضم إلى أجهزة السلطة غير وارد التوحيد هو ما بتنحل إلا إذا اتحدت لأجهزة الأمنية بقاءها يعني غزة شيء وضفة شيء هذه كونفدرالية وليس حتى كونفدرالية كونفدرالية وطربوش الحكومة وبالتالي ما بتزبط أمام المصالحة الفلسطينية الجدية وحكومة وحدة وطنية جدية عوائق كثيرة طبعا يجب أن تحل هذا الأمل أنه يقتجي الشعب الفلسطيني إلى الوحدة أما في هذه الحالة فأنا أرى أن اتفاق البارحة واتفاق إجرائي فقط يعني سيتم وأرجو ذلك تنفيذ القضايا الإجرائية مثل رفع الحصار ادخال المعونات يعني حتى القضايا الإشكالية يعني رحلت إلى لقاءات لاحقة بدون تحديد مواعيد يعني الميناء والمطار وما هذه مرتبطة بإسرائيل بإسرائيل الميناء والمطار بس فلسطينيا فلسطينيا الاتفاق على برنامج سياسي موحد يقرر فعلا من له الحق بالتفاوض وبأي شروط ومن له الحق أيضا بالقتال يعني ما بيصير كمان مثل ما هي نفس القصة مطروحة بلبنان هل حزب الله له الحق بالحرب والسلم طبعا لها علاقة بموضوع المقاومة يعني بين بين فصائل المقاومة وبين فصائل السلطة يعني سواء في لبنان أو في فلسطين الدرس البسيط اللي بظن اكتشفوه كل الفلسطينيين أنه التفاوض ما أدى لاشي هذا أبو مارزم يعترف في 20 سنة من التفاوض بدون نتيجة أيضا المقاومة بطريقة الصواريخ ما قدرت تزيل الاحتلال أو تفك الحصار مع البطولات على رأسنا والمقاومة نحن مع المقاومة يعني بالمبدأ العام إذن لابد من شيء آخر لابد من وحدة وطنية حقيقية ببرنامج سياسي موحد وهنا مكمل الصعوبة ما بتوصلوا له سوف نتابع هذا الموضوع وغيره ولكن بعد أن نستمع إلى عنوين الصحف العربية الصدرة اليوم إلى عنوين الصحف العربية الصدرة اليوم نتابع أهلا بكم استهداف المصاف النفطية الخاضعة لسيطرة داعش في سوريا من قبل التحالف الدولي والتوصل بين فتح وحماس إلى اتفاق حول المصالحة موضوعان بارزان في عنوين بعض الصحف العربية الصدرة اليوم والبداية مع أبرز ما جاء من عنوين في صحيفة الاتحاد الإماراتية الإمارات خطاب إردوغان تهجم مرفوض على الشرعية المصرية أكدت أنه غير مسؤول واستفزاز للمشاعر العربية البنتاجون 80% من الغراط على داعش بمقاتلات إماراتية والسعودية عبدالله بن زايد شارك في اجتماع أصدقاء سوريا والتقى ستة وزراء خارجية ومصالحة جديدة بين فتح وحماس واتفاق على إدارة غزة إلى أبرز ما جاء من عنوين في صحيفة البناء اللبنانية الجيش السوري يحسي معدر العمالية ومعركة دومة تقترب الغراط الأمريكية تستهدف الموارد النفطية لداعش وفي لبنان قمة روحية أبدت الأسفة وجلسة تشريعية بلا هدف 300 إرهابي بقيادة الأسود نفذ مجزرة سبايكر المسألة والعدالة تعد لائحة للمتورطين في العراق إلى صحيفة فلسطين الفلسطينية حماس وفتح تتوصلان إلى تفاهمات لتنفيذ المصالحة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودهس طفل في سلوان بحرية الاحتلال تستهدف صيدين في عرض بحر غزة أما في صحيفة الشرق الأوسط السعودية فنقرأ الحوثيون يطرحون اسم بروفيسور يعيش في الخارج لرئاسة الحكومة اليمنية والقاعدة تتوعد الحركة المتمردة بحرب بريطانيا تستبق قرار الحرب بعملية أمنية داخلية واسعة التحقيقات مستمرة مع زعيم المهاجرون وثمانية آخرين وتفتيش ثمانية عشر منزلا واتفاق شراكة بين فتح وحماس يعيد أجهزة السلطة إلى غزة يتضمن تمكين حكومة التوافق من بسط سيطرتها الأمنية والدفع لإنهاء الحصار إلى صحيفة الوطن العمانية ونقرأ فيها التحالف يستهدف المصاف الخاضعة لداعش في سوريا ويقصف في العراق ولبنان الجيش يعتقل عشرين في حملة أمنية ونووي إيران المفاوضات دون تقدم بارز وأخيرا إلى أبرز ما جاء من عنوين في صحيفة الشروق التونسية الغنوشي في حديث شامل وخاص بالصحيفة نحن مع حكومة وحدة وطنية بمشاركة اتحادي الشغل والأعراف وسنفوز في الانتخابات والشعب لن يغير موقفه منه والباجي قائد السبسي لن أتعامل مع النهضة ما لم تحسم موقفها من الأخوان وبهذا العنوان نصل إلى ختام جولتنا والآن عودة إليك ضياء شكراً غدي على قراءة عنوين الصحف العربية أصادر اليوم عنوين كثيرة أصاد صقر عدعاً الملف الفلسطيني طبعاً يعني بأي من تلك العنوين تود أن نتحدث؟ يعني الحدث الأكبر اللي هو داعش والتحالف الدولي والقصف وفي تخوفات كبرى يعني بصراحة التحالف الدولي من 40 دولة ضد منظمة طبعاً أنا مع إبادتهم يعني للدواعش مع الإبادة الكامدة جد يعني أنا أقصد كلمتي مع إبادتهم لكن في شيء مريب 40 دولة على منظمة يعني معروف أن هذه المنظمات عادة يعني تقاتل قتال العصابات وتختبئ يعني ربما بحاجة إلى أعداد كبيرة من الدول لا لا تحتاج طول عمره القصف الجوي ولا مرة حسنها ولا مرة حسن معركة هاي غزة نموذج هل القصف الجوي المكثف طوال شهر بأكمله قدر ينتزع تراجع سياسي واحد من الفصائل المقاتلة لا بلبنان عنا تجربة أيضاً بالحرب 2006 عندش قصفت إسرائيل هل استطاعت أن تحقق إنجازاً سياسياً واحداً لا طبعاً معروف بالعلم العسكري يعني البسيط الألف باي يعني المعركة تحسب على الأرض إذا ما في الشيعة الأرض القصف يعيق داعش يوقع فيها خسائر كبيرة قد يحد من تحركاتها قد يقلص من المساحة الجغرافية الممتدة طب أليس من المعقول أن يكون هو الهدف فقط تقليص وليس القضاء على هذه طب لماذا إذن أربعين دولة لماذا أربعين دولة ضد هذه المنظمة شوفي أنا برأي في أمور كتير غامضة يعني ولا أستطيع المجازفة كثيراً في التحليل لكن ما بين أيدينا يعني من بعض المعطيات بتحلنا القول التالي أمريكا ما تحركت المساحين هجروا من العراق مش فرقاني معها هجروا الإيزيديين مش فرقاني معها سقطت كاركوك هنا انتصب ميزان الحق ماركوك كاركوك النفط وأربيل حدها والإكراد والإكراد الآن جزء من المنظومة الأمنية الأمريكية بالمنطقة شئنا أم أبينها يعني بغض النظر عن موقفنا التاريخي من الأكراد ومع حقوقهم شعب مظلوم وأنا واحد من اللي كتب كثيراً وأعرف مع حقوق القومية للإكراد لكن لسنا الآن في وارد تفصيل هذا الأمر الأكراد والنفط والإرهاب فعلاً هو اللي حفز أوروبا وأمريكا على القيام مثل هذا المجهود لكن أنا يعني مرتاب أن هناك أهداف أبعث من ذلك أهداف كثيرة هل هي العودة إلى احتلال مناطق خرجت منها هل يعود إلى احتلال مواقع في العراق احتلال مواقع على الحدود السورية يعني خلينا نأخذ جهتين داعش شو عمله أهم شي عمله أسقط حكومة المالك برهنوا أن الجيش العراقي جيش ميليشيا طائفية هذا اللي عمله الجيش غير مقاتل تسقط موصل هكذا بدون إطلاق مثل ما صار بصنعاء هذا بالضبط هناك ربما مقايدة هناك ما يتحدث عن مقايدة في أمور غريبي مقابل الموصل في أمور غريبي جدا أهم شي بداعش أنه أعاقت التواصل الجغرافي بين إيران العراق سوريا أخذوا المنطقة التي قطعت التواصل الجغرافي بين العراق وبين سوريا أمر كبير جدا تحركوا الأمريكيين 500 مليون دولار لدعم المعارضة المعتدي له اللي بيسموه المعتدي سيتم تدريبهم بالسعودية وسيتم إدخالهم إلى سوريا عبر الأردن وتركيا ولكن هناك بالأمس كانت معلومات فقط لتوسيع الفكرة أكثر أنه هناك فعلا هناك أكثر من 500 عنصر مدربين بين سوريا والأردن على الحدود وهذه هي المعارضة المعتدلة التي تتحدث عنها سيجري الإضافة إليها عناصر أخرى من أجل الضغط على الرئيس بشار الأسد ومش بس الضغط أني خافين من بعدين إذا قلصت بساحة السيطرة تبع داعش أو تضادع وضع العسكري داعش والنصر ممكن النظام يتمدد يكسب أكثر بالأرض حتى الآن هناك عفوا هناك من يعتبر بأن هذه الحملات العسكرية ضد داعش وهذه الحملة الدولية حتى الآن هي في صالح النظام في سوريا مؤقتا نعم إضعاف أعداء النظام اللي حماس وداعش داعش 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 لكن ماذا يخفي الأمريكيون كما قلنا تأدريب آلاف المقاتلين السوريين في السعودية وإعادة إدخالهم هذا مخاطر كبرى يعني لاحقا على النظام السوري الآن ربما تكون مؤقتا بمصلحتهم لكن على المدى المتوسط من الصعب ننظر الآن أن ندقق بالنتائج بشكل حاسم أبعد من ذلك هناك تغيير في الاستراتيجية الأمريكية أمريكا كانت تقول منذ زمن طويل أنها لن تعود إلى هذه المنطقة نصحبت من أفغانستان نصحبت من العراق أن الاستراتيجية العامة التدخل بدون التدخل العسكري المباشر الآن انتهى هذا التردد الأمريكي الآن في عودة إلى التدخل المباشر العسكري بسوريا وبالعراق ما الذي يجعل أمريكا أن تغير في هذا الاتجاه وفي استراتيجيتها يعني كما قلنا ربما النفط والإرهاب أصبح يدق أبواب أوروبا وهم حلفائها يعني أوروبا الحليفة المباشرة لأمريكا وهناك تعرف وهل تقاتل أمريكا عن أوروبا تقاتل بهذه الطرق يعني بالتدريب بالاستخبارات بدعم العناصر المؤيدة لها هنا نتحدث أستاذ سقر وكأن أمريكا وباقي وبعض دول الخليج وتحديدا السعودية لا علاقة لها لا بتمويل ولا برعاية هذه المنظمات أخرها كان طبعا الأخيرة لها داعش وهناك حاليا خرسان بات الحديث عنه الآن يعني يتصدر الصحف كيف تريد أن تقاتل هؤلاء ولماذا قررت حاليا يعني أن هذا الإرهاب خطر الآن على أوروبا وهي التي يعني هي التي ترعاه وهي التي تطلقه هناك قدر كبير من النفاق بالعالم العربي يعني الآن الحياة اليوم عنوانها يعني تشفيف منابع الإرهاب أظن بشكل عام التحالف يجفف شرعيين داعش يقصدون بمع النفط قصف النفط لكن شرعيين داعش تمتد إلى الرياض اللي بده يجفف فعلا بده يروح على الرياض منذ الأمراء أجهزة استخبارات إلى آخر هي منذ البداية تدعم أنثال داعش وقوى أخرى مجموعات ومنظمات كبيرة أو صغيرة متعددة الانتماءات يبدأ الأمر سياسيا وقف دعم القوى الإرهابية من منبع الآن بعد أن كبرت النصرة وتقوم بتجارة السلاح وتجارة الذخائر تمول نفسها النصرة وداعش يمولوا نفسه نعرفها بالميليشيات في لبنان كان كل ميليشي عندها مينة صحيح خوات على الحواجز على الحواجز ويتسلم المينة للتجار والتجار يستوردوا ويدفعوا للميليشيات وهكذا كل ميليشي تستوردوا على منطقة تستطيع أن تمول ذاتها بذاتها فكيف إذا داعش أخذوا 450 مليون دولار بس من بنك المركزي بالموصل ومن سوريا والنفط والتهريب هو أهم شيء عرسال تعيش إذا شئنا يعني إذا بنا نزغر الحلقة كتير في لبنان أمن على تهريب البضائع والمواد والأدوية والسلاح والذخيرة إلى المقاتلين في القلمون وفي الجرود يعني هذه طبعا مشكلة العرسال حكما مجموعات معينة بس هذه تدر ملايين دولارات هذه عمليات التهريب فكيف إذا في ميليشيات ذات مشروع سياسي كبير وتتلقى الدعم من الخارج مش صحيح أنه توقف الدعم من السعودية مش صحيح أنه الأردن وتركيا غير منخريطة في عمليات الدعم اللوجيستي كل مقاتلين العالم بيجوا على تركيا وبتنتسهيل أمورهم بالدخول إلى سوريا أو العراق أمام أنظار المخابرات العسكرية التركية فموضوع يعني متشابك جدا لدرجة ما عد في داعي نعيد يعني تشفيف منابعهم بيبدأ من إسطنبول وأنقرة هذا ما أريد أن أسألك عنهم تركيا عدم هي أنا النفط يتم تصديره إلى إسرائيل وغير إسرائيل بكن إسرائيل بشكل أساسي عبر تركيا طبعا التجارة للأتراك والدولة التركية كله ماشي للبعض الأتراك هون عنده نقطة واحدة حساسية بانتجاه الموضوع الكردي فقط يدخلوا أمنيا بشمال العراق بسبب الموضوع الكردي أما ما بقي من الكل دعم هذه الجماعات أحرار الشام الجبهة الإسلامية النصرة القاعدة إلى كل كله دعم من أجل تفكيك هذه المنطقة أنا برأيي في شيء اسمه تفكيك الحواضر العربية الكبرى قاهرة دمشق بغداد تفكيكه يخدم دول الجوار المعادية هذا بظن زعلاني تركيا إذا تفككت سوريا ولا زعلاني أبدا إذا تفكك العراق هي شرط الوحي يعني هي الشرط الأبرس حاليا لتدخل في هذا الحلف ضد داعش أن هناك ضمانات يعني لا أن لا يبقى الرئيس بشار الأسد وأن لا يبقى النظام كما هو عليه في موضوع أيضا يعني هناك كأنه داعش مضاد يعني بالأمس أحد أزملاء كتب عما يجري في أوكرينا يعني تأسيس مدرسة أطلق عليها تسمية المدرسة المسيحية للقنص وهي وعرف مدير ومؤسس هذه المدرسة الذي يتبع بحسب تعبيره تعليم السيد المسيح أن المدرسة تقبل الشبان بعمر 18 عاما لتعليمهم فن القنص لا يهم يعني طائفة هؤلاء قد يكون الشخص مسلم أو مسيحي يعني المهم أن يكون يمكنه أن يتعلم فن القنص وأيضا جديد ذكره أن أحد الفيالق العسكرية التي تحارب في شرق أوكرينا وتواجه الشيش الشعبي في منطقة دانياتك يحملوا اسم فايلق أسيدة العدراء هيك في شبه في اسقطات يعني ما بين داعش مسلم وداعش مسيحي طبعا بس مع فارق الأحجام ومع فارق الظروف أكيد يعني راح تلاقي تبرير ديني للعنصرية الآن المتجددة في شرق أوروبا المسيحية أو كاثوليك والله ببولندا على سبيل المثال ضد الأورتوديكس هذه منطقة شرق أوروبا هي التي خلطت الدين بالقومية والصهيونية أصلا هي متأثرة بالفكرة القومية بشرق أوروبا التي تخلط الدين بالقومية الأورتوديكسية ليش البولند ضد الروس أنها دول كاثوليك وهدول أورتوديكس ألبانيا مثلا مسلمين فالأفكار القومية مخلوطة بالدين هي على كل حال يعني هو يتابع الشرح يعني بالآخر يعني في النهاية تصل إلى خلاصة أنه الصهيونية في أوكرانيا المتجزرة الممسكة للاقتصاد هي التي تحرك كل هؤلاء يعني وتستخدم هذه الشعارات وكأنها يعني تريد تحطيم المفهوم المسيحي وتحطيم المفهوم الإسلامي يعني لدى لدى الناس تحويل المسيح يعني إلى أسامة بن لادن بعدين بيصير بأنص وبيقتل هذا موجود دائما عن كل الجماعات الدينية بجنوب إفريقيا تم تبرير الفصل العنصري بين اللونين الأبيض والأسود بتعاليم مسيحية أنه الله اختار يكون في ناس سود وناس بيط بما أنه الإنسان الحق بالعيش كما يريد فنحن البيط بلنا نعيش مستقلين عن السود كله في تبرير ديني مثل بالإسلام عنا القتل له مصدر فقه تلاقيه لك من ابن تيمية طلع إلى حسن الندوي لسيد قطب إلى آخره والذي يريد أن يسالم له أصدر مصدر الفقه كلهم ونجد في هذا الإطار الديني ما يساعد أن نكون مجرمين وأن نكون ناس مواطنين صالحين بالمسيحي نفس الشيء موجود التبرير الديني للعمل القبيح دائما موجود في أيضا موضوع داعش يعني برأيك كنا نتحدث هل هناك رغبة في أن يتحدد وجود هذه المنظمة هذا التنظيم تحديدا يعني في مكان محدد لماذا ليتم استخدامه لاحقا للتحديد من خطره يعني ما الهدف من تحديد تواجد هؤلاء شوفي بالأول هذا رأيي في حريق يعوم العالم العربي بأكمله حريق كبير يمتد وفلت من التحكم ما عاد فيه قوة إطفاء تتحكم به فلت الآن يتم فعلا حصر فقط كي تتجنب أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية الحليفة لأمريكا تركيا السعودية إلى آخره تتجنب الأثار الناجمة عن انفجار هذه المجتمعات العربية اليمن منفجرة ليبيا منت أمر حرب طائفية بشكل قبلية بليبيا قبائل متصارعة كل واحد يسيطر على مينا وعلى كمبير نفط وإلى آخره العالم العربي يتفجر ليس كنظم بل كمجتمعات أيضا حكما هذا خطير جدا يعني ليس كنظم بل كمجتمعات كمجتمعات طبعا حتى بلبنان اللي بعد لسه الحرائق قليلة فيه يعني بس نحن شايفين النقاش الطائفي كل يوم بالجوامع وبالخطب وبالبيانات التي تتوزع وإلى آخره بسوريا الطائفية العنصرية يعني مشكلة بين العنصرية والطائفية مخلوطة ببعض الطواف عنصرين ضد بعضهم يعني الآن العنصرية اللبنانية على السوريين نحكي فيها بس بالأساس عنصرين على بعضهم يعني بلبنان مرض كامل موجود هذا العالم العربي الذي يتفجر الآن ما أنا بيلك يعني ما بظن أنه لا الأمريكان ولا حدا قادر على إيجاد حلول هناك حريق سيمتد إلى سنوات طويلة وهذا ما يروح إسرائيل هذا أفضل وضع أمني أفضل وضع استراتيجي لإسرائيل أنه العالم العربي يحترق ونحن نصب الزيت هنا وهنا وهنا وسيتغير الثقافة في العالم العربي ستتغير صورة العالم العربي لاحقا ستتغير لكن ما نعرف كيف منذ الآن هناك ناس مستعدين يبيعوا العالم العربي إلى إسرائيل كما اللبوانيش كان بيعمل صح هو لا يمثل أحد لا ولكن فكرة هناك نقاش هناك نقاش بشأنه هل معه حق أو لا كما حصل أيضا بشأن الفنانة التي ذهبت إلى إسرائيل وتم توقيفها هناك ما نقول معه حق أم لا الفلسطين المحتلة لا للدلالة أنا ذهبت التهمة التي ظهرت فقط نختاره الأقل على كل حساب فنتابع هذه المواضيع وأكثر ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إبقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا وأعود وأرحب بضيفنا في الستوديو الأستاذ سقر أبو فقر أهلا وسهلا بك أستاذ سقر لنتابع ما كنا ننقشه لكن سوف نستمع إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل الأخبار اللبنانية حماس وفتح تتفقان مجددا مرة أخرى تتفق فتح وحماس على همش المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الاتفاقد البنود التسعة يلبي كما يبدو احتياجات الغزيين لكنه يؤكد أيضا دعم توجهات السلطة ورئيسها رغم ذلك بدأ أن الاتفاق لم يخلص سوى إلى تأكيد المؤكد بين الحركتين في اتفاقات سابقة ويمكن القول إن الجديد في الاتفاق هو تشكيل لجنة عليا من الفصيلين خلال الأيام المقبلة للإشراف على التنفيذ الفوري للاتفاق الجديد ويقول القيادة في حماس موسى أبو مرزوق إن حركته لا تمانع في أن تتسلم الحكومة مفاصل العمل في غزة وخاصة المعابر لكن من دون وجود للاحتلال أو الأوروبيين في رفح فيما سيعود الموظفون السابقون إلى العمل فيها مع موظف حماس أما عضو الوفد الفلسطيني المشارك عن فتح صخرب سيسو فقال إن الاتفاق سيمهد لمرحلة جديدة مع حماس بل من شأنه أن يعيد الاعتبار إلى القضية الفلسطينية وكشف للصحيفة عن التوافق على دعوة الكتل البرلمانية إلى الانعقاد بغرض الترتيب لإعادة عمل المجلس التشريعي في موعد أقصى منتصف تشرين الثاني من أجل التهيئة للانتخابات العامة الشرق الأوسط الحوثيون يقترحون بروفيسورا لرئاسة الحكومة اليمنية كشفت مصادر في الرئاسة اليمنية للصحيفة عن تدول عدد من الأسماء لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة في اليمن في ضوء اتفاق السلم والشراك الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله في حين ما زالت الأوضاع الميدانية متوترة في العاصمة رغم توقف المواجهات التي كانت دائرة في المدينة ورفضت المصادر الكشف عن الأسماء المتداولة في الوقت الراهن لكن مصادر أخرى أكدت أن الحوثيين طرحوا اسم البروفيسور أيوب قاسم الحمادي لرئاسة الحكومة وهو عالم يمني يعيش في الخارج مستشار رئيس اليمن فارس الثقافة فقال للصحيفة أعتقد أنه سيعلن عن اسم رئيس الحكومة الجديد قريباً لكن بعد حسم قضية الوزارات الأخرى تجنباً لعرقلة الاتفاق يقف الكرد السوريون الآن في معركة مصير أمام تنظيم داعش ومدينتهم عين العرب تنتظر مجزرة جديدة ما لم يحصل تحول وحيد يحدث الفرق هذا ما يقوله رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا صالح مسلم للصحيفة مستفضي عن الصمت الدولي مسلم رسم شكوكه حول ترك داعش يسير بأسلحته التقيل على راحته لحصار عين العرب المطوقة من الجهة الأخرى بالحصار التركي هنا قمة المفارقة برأيه إذ إن داعش يحكم حصاره على الكرد بفضل الأسلحة الأمريكية فيما واشنطن تقود تحالفاً دولياً ضده ويرأى أن دائرة هذه الشكوك تكتمل مع سعي تركيا لإقامة منطقة عازلة سيحاربها الاتحاد الديمقراطي باعتبارها احتلالاً بالعودة إلى المفاوضات أستاذ سقر بعض المعلومات التي أيضاً رشحت معلومات خاصة حصلنا عليها هناك موضوع تثبيت وقف إطلاق النار وحماس تعهدت بقدرتها على منع خرق هذه الهدنة إلى أي حد قادرة حماس فعلاً على منع خرق هذه الهدنة برأي قادرة إلى حد كبير جداً أو على الأقل إذا وجد هناك من يخرق الهدنة ما بيكون له أثر كبير يعني حدا فلت له صاروخ من هالفصائل الجديدة عا بيطلع فصائل إلى طبع سلفي إرهاب إذا حدا فلت الاستخبارات بتعرف أنها مش ضمن خطة مش ضمن قرار من حماس لذلك أنا برأي قادرة على ضبط الأمور ولا ننسى أبداً أن حماس دائماً كانت مع التهديئة العسكرية في قطاع هزة كانت تعتقل من يطلق الصواريخ إذا من الجابة الشعبية مثلاً أو من حركات الجهاد الإسلامي أو من أي فصائل أخرى فالخط العام لحماس منذ زمن طويل هو التهديئة العسكرية بس الأمور مرات يعني بتختلف الآن إذا تم الاتفاق على سريان التهديئة بشكل حاسم أظن أن حماس قادرة أولاً بالتفاهم مع الفصائل الفلسطينية لأن هناك مصلحة للجميع بوقف الحرب في هذه الفترة والانصراف إلى إعادة إعمار غزة الناس مش موجودة ببيوتها آلاف العائلات كما هو معروف بالمدارس فيش مدارس بدأ الموسم المدرسي وجزء كبير من المدارس لا يعمل في حالة هائلة بالغزة من المأساة يعني فلذلك الكل له مصلحة بالتهديئة ونستنتج أنه تمشي إن شاء الله التهديئة العسكرية تمشي التهديئة العسكرية أيضاً طبعاً هنا بعض المعلومات نحن نناقشها أيضاً هناك موافقة على خطوة أبو مازن في الأمم المتحدة واليوم هناك خطاب لأبي مازن في الأمم المتحدة لماذا هذه الموافقة؟ لأن خطاب أبو مازن سيتضمن بالدرجة الأولى يعني جوهر كل خطابه إدانة إسرائيل على عدوانها إدانتها لأنه كل المفاوضات ما عملت شيء كانت عبتلعب بالفلسطينيين إدانتها بسبب الاستيطان المستشري في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية تحديداً ثلاثة التهديد بالذهاب إلى هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية من أجل القول إسرائيل دولة محتلة خلصونا منها والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية أيضاً لرفع دعاوة بعد هذه قصة هذه بحكمة الجنايات تحديداً هناك ممكن هناك طبعاً مجال للفلسطينيين أن يكسبوا كثير محكمة الجنايات لكن أيضاً هناك عوائق لأن جرى طرح هذا الموضوع باجتماعات سابقة بين فتح وبين حماس في القاهرة فتحفظت حتى حماس عن موضوع عرض المشكلة أمام محكمة الجنايات الدولية لسبب بسيط أن محكمة الجنايات الدولية قد تدين فتح والفصائل الفلسطينية بتهم إرهابية سابقة وتدين أيضاً حماس بجرائم حرب إلى آخره وتمت استشارة عدد من الفقهاء القانونيين أو المحامين الكبار مثل العوة يعني بمصر قال لهم في إلى مخاطر أخرى أنه ذهاب رفع دعاوة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب مجازر ضد الإنسانية قد يفتح الباب لإدانة فصائل فلسطينية بما فيها الفتح وحماس أنه أيضاً ارتكبوا جرائم لعمليات الانتحارية أو الاستشادية عمليات سابقة لفتح مثل عملية ميونيخ على سبيل المثال أنه إلى محاذير القصة لكن هذا الموضوع تحديداً فتح سابقاً حين كان هناك في بلجيكا حين أرادوا محاكمة شارون مش محكمة الجنايات الدولية لا لا ليست محكمة الجنايات الدولية هناك أقيل حين وقتاً أنه ممكن أن تفتح في المقابل بشأن السفينة أكيل اللاورو مثلاً ولكن ليس هناك أقيل حينها أنه ليس هناك من إثباتات بأن هذه لفتح أو أبو عمار وقت أبو العباس الذي قام بهذه أو حتى أنه مجموعات ميونيخ في النهاية عند الملف القانوني في البنود ليس بالضرورة أن يكون هناك إثباتات دامغة يعني على هذا الموضوع لا طبعاً أكيد حتى مجزارة ميونيخ اللي صارت عملية ميونيخ عملية ميونيخ اللي صارت اتفقوا على أخذوا رهائم فقط من أجل إطلاق صرح فدائي المعتقلين من أطلق النار على المجموعة اللي فيها الفريق الأولمبي الإسرائيلي هي الاستخبارات الإسرائيلية والألمانية هذا أصبح ثابت لاحقاً بس أقول أن هذا الأمر يفتح الباب لكي إسرائيل أيضاً ترفع دعاوة بنفس هذا الاتجاه لذلك بدأ دراسي يعني مدققة في أي حال خطاب إذن أبو مازن سيكون إدانة لإسرائيل لهذه الأمور والتهديد أيضاً بالذهب إلى المحافل الدولية وحل السلطة الفلسطينية وهذا ليس شيئاً جديداً يعني على مواقف الرئاسة الفلسطينية هذه العناصر الأربعة أو الخمسة لا تعارضها حماس بل توافق عليها فلذلك أظن أنه سيتم التصفيق مجتمعين لخطاب أبو مازن اليوم نعم أيضاً في المعلومات أن إلى أي حد قادر أبو مازن على إعادة المياه إلى مجاريها بين حماس وبين مصر يعني عندما ضغطت هناك ضغطات مصرية على هذه المفاوضات وهناك من وعد وهناك من طلب يعني أظن أن أبو مازن يسعى في هذا الاتجاه لكن هل تستجيب القيادة المصرية كثيراً معه؟ هناك نوع من الاستجابة أولاً منذ بداية المفاوضات كان مطروح حماس مطروحش على القاهرة لأن في عداء بين النظام المصري نظام السيسي وحركة حماس دائماً اعتبرت حركة حماس حركة إخوان المسلمين وهكذا هي ظهرت في الفترة الماضية إنها جزء من حركة الإخوان المسلمين وبسبب الصراع المعروف يعني اعتبرت حماس منظمة معادية وإرهابية للنظام المصري كيف بدأت تتفاوض حكومة السيسي مع منظمة إرهابية؟ جرى تذليل العقبات من أجل ذهاب وفد إلى القاهرة والمشاركة بالمفاوضات منذ البداية المصريين قالوا مبادرتنا غير قابلة للنقاش يبتقبلوها يبترفضوها لكن جرى التراجع لاحقاً هذا الموقف المصري المتجدد إنه لا في تفاوض في وفود وفد فلسطيني موحد وفي إسرائيل وفي المصريين بدأت تكون إلا وسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين بدأت تكون وسيط بين اثنين لأن هذا دور التاريخي مصر من دون القضية الفلسطينية تفقد دورها بالعالم العربي وهذا ما فعله السادات عندما خرج من الصراع العربي السوري صارت مصر مثل مع احترام الشديد لموريتانيا بس بالسياسة بالمنطقة صارت مثل موريتانيا دور المصري بيكبر ما دامت هي جزء من القضية الفلسطينية ويجب أن تكون داعمة وليس محايدة مع الأسف المصريين أثناء العدوان على غزة كان موقف سيء جدا أنه يعملون من أجل وقف العنف من الطرفين ما فيش موقف إلى جانب الفلسطينيين ولو ضامنوا على الفلسطينيين بالموقف العام فتحوا رفح للحالات الإنسانية للجرحة إلى آخره كان موقف سيء جدا وكان انتقاما من حماس كان يعاقب الشعب الفلسطيني بانتقاما من حماس الآن تتغير الرؤية يبدو لي أن أبو مازن يعد حركة حماس أنه من جبلكم يعني مصالحة مع المصريين مقابل سهل الأمور الأخرى يعني بالمصالحة الفلسطينية خاصة أنه حماس بالحصار إسرائيل من هون ومصر من هون كان وضع تلفان قبل العدوان محاصرة تماما وغير قادر على حل أي مشكلة وغير قادر على إدارة قطاع غزة لا التعليم ولا التنمية ولا العمال ولا شيء وضع مهين يعني كان قطاع غزة الآن اختلفت الأمور وبدأ السعي إلى تغيير الأوضاع ولا ندري ما هي ندري أيضا يعني في موضوع المفاوضات يعني هناك من يقول بأن وفد حماس كان مصغرا يعني نسبة إلى وفد فتح ولكن لأن هناك خلافات لحصر الخلافات الداخلية داخل حماس هل هذا صحيح؟ وفد فتح هو وفد منظمة تحرير حقيقة مش كبير لأنه بكل بساطة فيه تعدد فصال فيه 14 فصيل مضطر أبو مازل ياخد نص على الأقل ما بصير وفد فلسطيني من دون جبهة شعبية من دون جبهة ديمقراطية على الأقل وهناك أيضا أشرك حزب الشعب وفصائل أخرى لأنه كان العدد أكبر حماس لا تحتاج إلى لأنه ممكن واحد أو اثنين بيكفي أو ثلاثة بيكتير ومعهم الجهاد إلى آخره أما الخلافات داخل الحماس فهي ظاهرة للعلان يعني مش مخفية دائما كان يقال أنك أكثر من اتجاه في حركة حماس وهذا شيء طبيعي أنا برأيي بالمنظمات الكبيرة يكون فيه اتجاهات متعددة المهم القرار السياسي ضمن حماس هناك اتجاهات واضح محمود الزهار علاقته بإيران لا يريد على الإطلاق أن يقطع العلاقة مع إيران بينما هناك فيه اتجاهات اعتقدت أنه الخلافة أصبحت جاهزة هاي بمصر أخذوا الإخوان المسلمين هاي بليبيا كان إلوندور هاي دي تونس حركة النهضة تركيا من الميل التاني سوريا سيسقط النظام ويستلموا الإخوان المسلمين اعتقدوا أنه خلاص الأمور فتحت أمامهم لكن خبفاء لهم لا في خلافي ولا في إخوان المسلمين اندثروا الإخوان المسلمين بسوريا اندثروا مع داعش والنصرة بليبيا ما قالوا نحس بالعكس يعني يجل الآن ضرب الجماعات الإسلامية في ليبيا بتونس اضطرت حركة النهضة للتفاهم مع الآخرين من أجل لملمة الوضع فبرأي أنه في عادة نظر أمام عادة نظر يطلع هذه الخلخلة أنه أنت المسؤولين أنت الحق عليك أنت ليش عملت هيك أطعت علاقتنا بإيران آخرين إلى النقطوط بعدها مفتوحة بعائرة مثل الزهار حتى هنية عماد العالمي إلى آخرين لكن أنا اللي بهمنا الحقيقة مش التركيز على الخلافات التركيز على القرار النهائي ما هو قراركم النهائي في شأن المصالحة عودة السلطة وحدة السلطة المفاوضات الحرب كما قلنا المهم القرار بالانتقال إلى موضوع آخر تحدثنا عنه أيضا هو موضوع اليمن يعني كنا نتحدث بأنه ما حصل في اليمن مفاجئ جدا وكأنه هناك تغييرات جاءت من اليمن وليس من أي بلد آخر هل تعتبر ما حصل هو فعلا تغيير الخارطة العربية أو تغيير الخارطة السياسية على الأقل يعني قبل أن يكون هناك تغيير الخارطة الجغرافية يعني اليوم أظن الذكرى 52 للثورة الجمهورية في اليمن اليوم 26 ستمبر 26 أيلول يعني اليمن العظيم اللي طرد النظام آل حميد الدين النظام الإمامي المتخلف والتحق بالصعود العربي أنا ذاك عبد الناصر يعني كان صحيح الوحدة السورية المصرية كانت قد فكت أنا ذاك لكن لازل عبد الناصر موجود وموجود ومشروعه موجود وإلى آخر جاء اليمن أنا ذاك كجزء من هذا النهوض يعني وراء بعضها الوحدة السورية بـ 58 قبل العدوان الثلاثي 58 بالعراق إجت اليمن وقته كان جزء من السعود هذا اليمن عظيم هذا بلد مهم جدا الآن لاحظة بعد 52 سنة وين اليمن؟ جنوبه عبي طالب بالانفصال اللي كان قاده الثورة ضد الاستعمار البريطاني كان جنوب اليمن يعني يضج بالمناضلين من أجل يعني جزء من حركة تحرور الوطنية العربية شمال اليمن حوثيين وغير حوثيين يعني بالنهاية بتركب شيعة وصنة حالي يعني غريبة هي جزء من الحريق العربي الآن لكن الأبعد من ذلك أنا برأي النظم الخليجية أو بالتحديد النظام السعودي ترتعد عظامه الآن مما جرى في اليمن لكن هذا ليس مفلح لماذا تسربت اللعبة من يد السعودية يعني لماذا ما عاد هناك مخيوط في اليمن تستطيع الإمساك بها كان طول عمرهم دعمين نظام طول عمرهم دعمين علي عبدالله صالح زاح علي عبدالله صالح بمشاركة سعودية اعتقدوا أنه بيحل المشكلة اليمنية وبيجي نظام جديد يبقى لأن مصلحيا يبقى هو جار للسعودي ويعتاش بجزء من دخله على السعودي لكن النظام السعودي يعني يغامر يغامر بسوريا ويغامر باليمن ويغامر في أي مكان مش بالدور النتائج تأتي لمصلحته الآن يرتعد فعلا هناك تغيير ما يجري في اليمن بصراحة غير مفرح غير مفرح ولكن ما جرى في اليمن يعني أيضا هو جرى بعد يعني اللقاء السعودي الإيراني بعد بس أنا ما بظن أن يتفقوا عليه أنا بظن أن اللقاء كان فاشل تماما وبالتالي كل طرف اللعب بالأوراق اللي موجودة عنده وأنا برأيي كسبوا الإيرانيين كتير لأن الحوثيين على صلة قوية جدا بالإيرانيين بل مدعومين من الإيرانيين تدريبا وسلاحا ودعم إلى آخرين هم ينكرون ذلك ويقولون لا علاقة للإيرانيين بنا يعني مش تنظيم تابع لإيران يعني أنه بالأمس يعني كان هناك كلام يعني أنه لا أحد يعتبر هذا الموضوع إيران دعمت المقاومة في كل الدول العربية يعني ولكن نحن لسنا لفصي الإيراني ولا علاقة لنا بالإيراني نحن ننتمي إلى الشعب اليمني وبالتالي سوف نتحاور مع الشعب اليمني وننتج الحكومة التي مئة بالمئة لأن مش صنيعة إيرانية لكن تلقوا الدعم من إيران هذا ليس خافيا بس هنا جزء من الشعب اليمني أكيد يعني مثل إيران عفوا مثل حزب الله ليس صنيعة سوري وأنك حليف للنظام السوري الحوثيين حلفاء للنظام الإيراني ويتلقون الدعم متعدد الأشكال الآن الخوف التالي إنه إذا الحوثيين انتصروا وهم انتصروا حتى اللحظة ما هي ردة الفعل الأخرى القاعدة الآن ستقوم وأصدرت بيان بالدفاع عن السنة وخذي على صراع طائفي باليمن بطلنا صراع بشر ونظام بطلنا صراع معارضة وسلطة دخلنا الآن حوثيين وصنة وشيعة وصنة وزيود وشوافع مسألة خطيرة جدا والجنوب مهدد بالانفصال تماما كما حصل في العراق اعتقد البعض مع سقوط صدام حسين أو هكذا روجه إنه الشيعة انتصر والحقيقة انتصرت أمريكا وقتا وأن السنة هزموا طب شو عنده السنة جابوا القاعدة كل عمليات أبو مصعب الزرقاوي ولاحقا كانت تواجهة ضد الشيعة وليس ضد الاحتلال الأمريكي لأدخلونا بصراع طائفي انتهى هذا الصراع الطائفي ولم ينتهي لكن وصلنا بالصراع الطائفي إلى جيش بلا جيش بلد الفكك طائفيا الموصل تسقط فورا ماذا يؤثر اليمن يعني العراق مؤثر يعني قاهرة بغداد دمشق هذه دول الثلاثة هي أكثر تأثيرا يعني للأسف بعد السودان أيضا قصم اليمن كيف يمكن له أن يكون التأثير على العالم العربي تاريخيا نشوف عبد الناصر نزل باليمن جيش نزل باليمن مدخل باب المندب اليمن من يقفل باب المندب تقفل قناة السويس تنضرب مصر أمنيا طول عمره المصريين قبل عبد الناصر بكتير موجودين باليمن بيراقبوا الملاحة حتى كانوا أيام الملك وقبل المرحلة الملكية ومنابع النيل يعني العناصر الأمن الاستراتيجي لمصر منبع النيل باب المندب قناة السويس إذا كانت السعودية خائفة إلى هذا الحد مصر أيضا خائفة طبعا بس السعودية خائفة أكتر لأنه بأحشاءها اليمن هي الضلع الجنوبي أو الشرقي للسعودية وجنوب السعودية متعدد الطوائف القليل يعرف أن السماعليين موجودين بكثرة في تلك المنطقة منطقات نجران التي هي يمنية في الأصل وضمتها السعودية الخلاف الحدودي بين السعودية واليمن يتجدد في هذه الأيام اتنين أي إضعاف للسلطة السعودية على يعني الحدث اليمني يضع في السلطة السعودية سلطة فاشلة تفت فلوس وينما كان وبتدعم إرهابيين وينما كان وما بتتوصل لأي نتائج بالنهاية يعني تجعلها تكسب أوراقا جدية طيب أي إضعاف للسلطة وبعد عبد الله واضح أنه في حالة من الاضطراب الكبير في العائلة السعودية المالكة هذا يشجع أيضا المعارضة في مناطق أخرى على أن تلتحق مثل منطقة الشرقية في السعودية بالدمام والأحساء منطقة الأحساء والقطيف بشكل عام لكن في المقابل أيضا هناك حاضنة للتشدد والتكفير الديني في مقابل هؤلاء يعني أيضا مرشح إلى أن يكون مزيد من التشدد والتقاتل صحيح هذا هو الحريق الكبير يعني أنا مش كتير ميال أنه هذه البلدان ستقسم هلأ في تقسيم واقعي كما أنه كل فئة مسيطرة على فئة مثل ما كنا في لبنان مش كان ينحكى تقسيم 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 لأن حزب الاشتراك مسيطرة على المحل قوات اللبنانية على محل قوات السورية على محل واضح كان في تقسيم واقعي لكن ما أن ما إن حلت المشكلة اللبنانية عادها موحدا البلد التقسيم مهدد في اليمن نعم مهدد اليمن العراق مهدد بمعنى الاستقلال النهائي للأكراد. مش ضمن الدولة العراقية. مش حكم ذاتي ضمن الدولة العراقية. ربما بلحظة مؤاتية للأكراد يأخذ دولة المستقلاء. لكنها يبدو أنها لم تعد. ليست مؤاتية حتى الآن. يعني بعد أن تم الإعلان عن استفتاء وتم لملمة الموضوع ولفلفت. صح. بالضبط. وليس من مصلحتهم. يعني أيضا سيدخلوا ضمن هذا الحريق. إعلان استقلال الآن ضمن هذا الحريق. سيدخلهم بصراعات مع الجوار. يعني التقاتل غير مؤجل الواقع. ولكن التقسيم مؤجل في الدول العربية. غير واضح. أو غير واضح حتى الآن. للأسف انتهى الوقت. أستاذ سقر. يعني شكرا جزيلا على حضورك. وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها. ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين. شكرا لمتابعتكم. وإلى اللقاء صباح الغد. اشتركوا في القناة